اي حد شغال في تصنيع منتجات اللحوم انتاج الدفاينات الزراعية والمشاتل وزراعة الزهور بما في ذلك انتاج الفطر الانتاج الحيواني باستثناء تربية الاحياء المائية تربية المشاة والماعز انتاج الدواجن والبيض تربية الاغنام والماعز الانتاج الحيواني الاخر اي حاجة ليه علاقة بانتاج الحيواني معادة الاحياء المائية دي مقبولة جوه البرنامج ده لو حضرتك شغال في قطاع الأغذية الزراعية أي حاجة لها علاقة بالأغذية والزراعة تقدر تعتبر ان الفيديو ده هدية وكنزي ليك لان احنا النهاردة هنتكلم عن اهم طريقة من طرق الهجرة لكندا لطيار الأغذية الزراعية فعشان كده تابع الفيديو ده للأغذية يا صباح الفل أهلا وسهلا بحضرتك طيار الهجرة الزراعية الطيار ده اسمه برنامج الأغذية الزراعية التجريبي ده بيشتغل على تلبية احتياجات العمالة في قطاع الأغذية الزراعية في كندا الطيار ده بيوفر طريق لحضرتك للإقامة الدائمة لو عندك خبرة في صناعات محددة ومهن محددة هقولك عليها دلوقتي جوه الفيديو وهنخش هشاور لك على كل حاجة قدام الكمبيوتر بس قبل ما نخش أنا هسألك سؤال واحد بس انت بتخش تدور على برنامج هجرة ولا بتخش تدور على حاجة صعبة لو بتدور على برنامج هجرة فكمل الفيديو ده للآخر عشان تصدقني هتلاقي حاجة في ايدك وقبل ما نخش طبعا نصلي على الحبيب ولايك وشير وبعد انسى السبسكراب الجميل بتاعك يلا بسرعة نشوف فرصة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خلينا بس في الأول ندعي دعوة لإخواتنا في فلسطين قطاع غزة إخواتنا في السودان ربنا يا رب يعف عنهم ويصلح لهم يا رب ربنا يا رب يحفظهم من الحروب الأهلية ومن حروب الإبادات ومن الاحتلال الغاشم يا رب ربنا يا رب يبرك في أولادهم ويرزقهم ويرزقنا ويرزق حضراتكم جميعا نعمة الأمن والأمان الطيار ده اسمه أجري فود بايلت خلينا نقول ترجمة سريعة احنا هنتكلم عن الطيار وبعدين الصناعات والماء المؤهلة وبعدين من اللي يقدر يتقدم وبعدين بعد التقديم هيحصل ايه وبعدين ازاي احصل على إقامة دائمة تمام؟ خلينا نمشي خطوة بخطوة عشان ما نتلغبطش مع بعض طلبات بتاعت الطيار ده هتفضل مفتوحة لغاية 14 مايو 2025 حضرتك تقدر بمجرد ان انت تاخد خطاب عمل أو تصريح عمل او تقدر بمجرد ان انت اهلت عن طريق البرنامج ده أسرتك هي كمان تاخد تصريح عمل وتاخد بعديه إقامة دائمة معاك دي أول ميزة في الطيار ده طيب ايه بقى المهن اللي أقدر عن طريقها أسافر؟ او ايه المهن المطلوبة في الطيار ده؟ تعال نشوف كده نفتح نترجم يا صديقي مع بعض بسم الله الصناعات المؤهلة الصناعات المؤهلة في طيار البرنامج التجريبي ايه هي؟ ركز بقى معايا هنا معايا ده الاحياء المائية دي مقبولة جوه البرنامج ده في قطاع تاني اول قطاع ده ده قطاع الانتاج تاني قطاع قطاع التصنيع الجزارين اللي هما بيشتغلوا بيع بالتجزئة قاطعوا اللحوم وباقعوا الأسماك الجزارين اللي هما بيشتغلوا في تصنيع اللحوم والأعمال المرتبطة زي مثلا مصانع التونة ومصانع اللحمة والحاجات دي المؤولين اللي بيشتغلوا في الخدمات الزراعية ومشرفين المزارع عمال الثروة الحيوانية المتخصصون في تشغيل الآلات الزراعية عمال الثروة الحيوانية مشاعن اي حد شغال في قطاع الثروة الحيوانية في العمالة العمال في تجهيز الأغذية والمشروبات كل دي مهن مؤهلة برضو في مهن لها علاقة بالدفاينات الزراعية دي كده قايمة يا جماعة برضو هتلاقيني سايب لك قايمة دي في الكومنت المثبت في شرح الفيديو هتلاقي برضو مقاول خدمات الزراعة ومشرف المزارع عمال الثروة الحيوانية المتخصصون في تشغيل الآلات الزراعية عمال الحصاد عمال الحصاد دي ساعة بتلاقيها عقد عمل سنة وساعة بتلاقيها عقد عمل دائم اللي احسن ليك ان احنا ندور على عقد عمل دائم وقوريك ازاي تدور عليها ومين بقى يقدر يقدم عشان تبقى مؤهل لازم يبقى عندك خبرة مؤهلة لازم يكون معانا عرض عمل من البلد يكون شغال في دا ويقوم بقى عرض عمل لازم يكون عندنا متطلبات لغوية ثانية واحدة نبتح ماشاء الله طالب منك كلاب فور في اللغة حد قدنى كلاب فور دا اللي هو جنرال على فكرة جماعة اللي هو يعني يا دو بيكون عندك حصيلة كلمات بس طيب ايه الخبرة المطلوبة مني الخبرة المطلوبة مني سنة واحدة على الاقل اكون معايا خبرة في المجال اللي انا بقدم فيه طيب ايه بقى دلوقتي المشكلة اللي هتقابلني او للناس كلها بدأت تركز معاها مشكلة عرض العمل فتعالا كده نفتح جوب بنك مع بعض تعالا هنا نحدد لوكيشن نقول له ايه اول اوف كندا ننزل تحت نقول له هنا ايه اوتسايد كندا تمام بص احنا هنا عملنا بحس عن عمال صناعة الارزية والمشروبات بدأ يطلع علينا وظايف لصناعة الارزية والمشروبات هنخش مثلا على الوظيفة دي تمام بص هو مبدئيا كده عرض العمل فيه الساعة بتسعتاشر دولار الشغل في الاسبوع هيبقى من تلاتين لاربعين ساعة وده كده فول تايم فالعقد ده كده افليبل معنا العقد لازم يكون من شروطه انه هو يكون دوام كامل ده كده دوام كامل اللغة المطلوبة منك هنا هتبقى اللغة الانجليزية الادوكيشن بتاعك هيبقى المدرسة السنوية او ما يعادلها يعني حضرتك معاك الباك هيبقى الباك اوكي الخبرة هنا مش طالب منك اي خبرة هو بيقولك كل اللي مطلوب منك انك تبقى تيم بلاير تبقى عضو في تيم عضو فريق عمل هننزل تحت نلاقي الكرة الارضية دي نروح دايسن له على شو وهنبعث السيفي بتاعنا على البريد ده وتقدر بقى تقرر العملية زي ما انت عايز اوكي تمام طيب دي كده قائمة الوظائف اللي مطلوبة معنا بعيد بقى عن قائمة الوظائف وعن الشغل وعن الكلام ده كله احنا اتكلمنا في الشغل واتكلمنا في التقديم وازاي تقدر تقدم والحاجات المطلوبة منك وكل ده في عدد معين بيتاخد كل سنة المفروض ان انت بتدفع رسوم وانت بتقدم الرسوم دي بتبقى حوالي 300 دولار على ما اتذكر الرسوم ديت لو انا قدمت وما تقبلتش الرسوم دي بترجع لي تاني يعني بتتردلك تاني للاكاونت بتاعك وما فيهاش مشكلة خالص عشان خاطر ايه النقطة ديت انا واثق ان محدش كتير هيقولك عليها ومحدش كتير هيقولك ان انت مفروض تدفع رسوم اصلا فاحنا عشان خاطر بس بنتعامل مع ربنا عز وعجل فلازم نقول الكلام ده طيب احنا بنقدم ازاي احنا المفروض ان صاحب العمل بيبعت او بيملى استمارة على الانترنت والاستمار اللي هو بيملاها دي بيملى استمارة على الموقع الرسمي هو طبعا اكيد عنده الاستمارة ديت بيملىها وبيبعتها هو للحكومة وانت كل اللي عليك ان انت بتبيعت لك عرض العمل وبتقدمه في الملف بتاعك وبس خلاص الموضوع ابسط مما تتخيل وسهل جدا ان انت تلاقي وظيفة في القطاع ده طيب ايه الميزة او ايه الفرصة او ايه الحاجات الحلوة في القطاع ده القطاع ده اول حاجة يقدر يوفر لك اقامة دايما انت واصلتك تاني حاجة تقدر تستفاد منه بكل الخدمات الطبيعية خالص تالت حاجة قطاع سهل عادة بيتطلب في اقل مستوى في اللغة ودايما زي ما احنا شفنا كده مش بيتطلب فيه خبرات ده غير طبعا ان هو هتلاقي معظم الوظايف ما بيتطلبش فيها تعليم عالي خالص يعني هتلاقي فيه وظايف كمان مش مهتمة بالتعليم يعني هتلاقي فيه وظايف مش مهتمة اصلا ان هي تطلب منك تعليم قدم فيه وبالتوفيق للجميع احنا لغاية هنا خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة تابعنا ان شاء الله هتلاقي فرص اكتر وهتلاقي برامج اكتر ان شاء الله هتساعر حضرتك على الهجرة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته